ينا نتكلم شوية عن الطفل التخريبي يعني بيحب يخرف في كل حاجة احنا تقريباً وضحنا ان هو بيكون فيه سبب ما وراء السلوك التخريبي بس نتعامل بقى معه ازاي انا قاعدة دلوقتي لقي الطفل عمال ابني شخبط على الحيط شخبط على الحيط يمسي جهاز المياه ويواقع هعمله برضو مانا برضو بني قدمة اكيد طبعاً طيب السلوك التخريبي ده مشكلة كبيرة جداً وموجودة في كل البيوت ليه بقى الطفل الصغير ده ليه بيعمل لحاجة دي اما كانوا عمل عضوين اما نقص الانتباه عاوز يقلفت انتباه الناس اللي حوالي احنا خلاص عرفنا المشكلة اسبابها ايه نتعامل معها ازاي نبدأ نشوف الطفل ده اول ما نشوفه مسك الالوان وبدأ ان هو عاوز شخبط على الحيطان جوه البيت انا كأم لازم ابقى هادية على قد ما اقدر بلاش ازعق وبلاش اعود اخبط وقدر اضرب الطفل واسمها كلام مش لطيف احاول اتمسك اعصابي كده وابقى هادية معي ده اختبار ده ابت نفسي ده يعني بصراحة بصراحة لازم ابقى هادية على قد ما اقدر طيب ابدأ اعمل امسك ايده كده جميلة بدل ما هو شخبط على الحيطان ابدأ اجيب كم ورقة كده وابدأ لازمها مع الحيط تمام ويلا حابين شخبط وليه واللون ونرسم فانا خرقت الطاقة السلبية اللي عنده في ان هو هيطلعها فين في الورق اللي موجودة على الحيط فهو عاوز يعمل ايه على الحيط كمان هو عاوز يلفت انتباهي نوع بيشخبط على الحيط هو عاوزني فعشان ينده علي ما بيقولش مو من عاوزك لا ده بيكسر حاجة بيبقص حاجة بيوقع حاجة معينة عشان يقول لها انا عاوزك معي عاوزك تشوفي بسضبط عايز انتباه طب احنا بنسمع انه ده بيساعده يكتشف مواهبه وانه بيكتشف كل حاجة بيقول الطفل المخرب ممكن يكون مبدع ليه مبدع بطبيعة الاطفال الصغيرين عندهم حب الاستطلاع عاوز يفهم اللعبة دي شغالة فيه ازاي هو ايه لجواه طب لو انا فكت اللعبة دي وحاولت ركبها تاني طب ايه اللي هيحصل طب انا لو كسرت كزا لعبة وحطتهم جنب بعض ممكن اكاول لعبة جديدة فحينا السلوك التخريبي كانوا عن من الابداع بس انا كأم مش هستحمد ده كتير هي دي الفكرة فانا احاول هو بوز لعبة خلاص انا هشجعه علي الله فكتها عرفت هتشتغل ازاي حاول تركبها تاني تمام انا خلاص انا عززت السلوك اللي عنده لكن مش معنا كده ان كل الالعاب اللي انا هجبها له هيقضي فكها لي وبوزها لي لا هنا بقى اي حاجة اسمها استخدام اسلوب السواب والعقاب بمعنى ايه انا هعقبه بس عقاب مش مش طول الوقت هعقبه عقاب لفترات قليلة هحرمه من الحاجات اللي هو بيحبها هفهموا ان انا متضايقة او زعلانة ممكن احبسه اقعده على نوتي كورنر الواحد مد دقيقتين تلات دقائق اي حب سريع خليني اعرف منك بقى العكس بقى تماما يعني مثلا الطفل اللي واخد ثقة زايدة مثلا او جوالبيس يعني مثلا هو الولد الوحيد على مثلا بنتين تلات دقائق او الولد الوحيد خالص او الولد الوحيد اصلا ده بقى يعني على ما اعتقد دايما بيبقى حاسس ان هو عايز ينصح كل الناس ودايما هو شايف انه هو عارف كل حاجة لا ما بتكونش كده قوي انا بشوفهم طفل اللي هو الوحيد او الاوحد يعني عند الام والاب ده طفل المدلل ثم المدلل ثم المدلل دايما بيلاقي ان كل طلباته موجودة عنده جوا البيت طفلنا ما بيحتاجش اي حاجة من اللي حواليه دايما شايف ان الام والاب هم يعني ايه هم اللي بينفزوله كل الفنوس السحري بتاع الدنيا طيب ده مشاكله ايه بقى هو دايما ما بيشوفش انه دايما عنده اخطاء ما بيشوفش انه عنده عيوب دايما شايفه انه دايما رأيه هو الصح وانه مفيش رأي غلط غيره عنده ثقة بنفسه لدرجة الغرور ودي مشكلة كبيرة جدا معي علشان كده لازم الام والاب يكونوا عندهم بالانس التوازن بين الاتنين بس مش ثقة زي ذا واعلموا انه في حاجة اسمها لأ في حاجة اسمها رغبتك دي مش دايما هقدر انفزها لك في دايما في انت وغيرك في دايما انت وفي ناس حواليك مش لازم دايما نحاسس ولادنا ان كل طلباتهم لازم تكون موجودة لازم علم ولادنا الضبط او الانضباط في حتى في الانفعالات في الطلبات اللي هو عاوزها في احتياجات اللي هو عاوزها اشبع هذه الاحتياجات ولكن بدوابت ما يكونش حاجة اسمها مطلقة ننفعش اشبع كل احتياجاته في المطلق كل حاجة انت عاوزها عمل لك في المطلق ده غلط عشان بس ما يودناش لمشاكل سلوكية تانية ممكن لقدر الله نتعرض ليه في المستقبل